غدا تنعقد الجلسة السابعة لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام ليقدم محامو دفاع المتهمين مرافعتهم أمام هيئة المحكمة بعدما شهدت الجلسة السابقة التي عقدت الثلاثاء الماضي مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين بتفجير المسجد وكانت المحكمة خلال الجلسة السابقة قررت تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين والذي أقر إدانة المتهمين الرئيسين وتوجيه جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم القباع باستعمال المفرقعات بقصد القتل العمد وتفجير المسجد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد فضلا عن الاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم بالبلاد كما تضمن الاتهام لمتهمين آخرين جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها للسلطات المختصة بالإضافة إلى إعانتهم المتهمة الأولى على الفرار من وجه العدالة بعد إخفاء عدد من الأدلة منها هواتف الانتحاري وقدم ممثل النيابة العامة في تلك الجلسة عرضا مرئيا عن حدث التفجير الإرهابي وأدوار المتهمين الرئيسين والآخرين وعددهم 29 متهما الذين اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبد الرحمن صباح عيدان على الفرار ترجمة نانسي قنقر